السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معكم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا. لما بتجي تشتعل على اي بروجيكت في الكمبيوتر فيجن وخلاص خلصت البروجيكت بتاعك وهتبدأ ان انت تسلمه للكلينت. بتتفاجئ ان الكلينت بيقولك ان هو عنده اكتر من كاميرا موجودة في الورك بليس او في مكان العمل. يعني تخيل معي موضوع الورك بليس اللي احنا شرحناه قبل كده. لما تيجي تسلمه مسلا لكلينت بتلاقي ان هو بيقولك انا عنده عشر كاميرات او عشرين كاميرا موجودين في المكان. فانا عايز الكود بتاعت يشتغل في نفس الوقت على العشرين كاميرا دول. فهتعمل حاجة زي كده ازاي? ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. وان شاء الله في الفيديوز اللي جاية هنغوص اكتر في الموضوع ده. ازاي ان انت تتعامل مع السقط. ازاي ان انت تتعامل مع السريدنج. وموضوع بقى الربط ما بين الكلاينت والسيرفر. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها ان شاء الله بحيث ان الكورس بتاعنا يكون متكامل. خد بالك احنا دلوقتي في الكورس بتاعنا رغم ان احنا متين وحاجة فيديو تقريبا ده الفيديو امتين وعشرة. ولكن ما زلنا لسه بنقول يا هادي. في حاجات كتيرة جدا جدا. لسه تتشرح بازن الله في الكورس بتاعنا. فاللي احنا هنعمله النهاردة. ايا كان يعني البروشيكت ان انت الكاميرات دي مرة واحدة. تمام? اه فخلا نبدأ الموضوع مع بعض. اول حاجة هنا هنعمل امبورت ليه سي في تو بعد كده هنجيب السريدنج. اتمنى ان انت تكون عارف يعني اي سريدنج? اي سي بيو بيكون في اه مالتيبل كورس. كل كور موجود في السي بيو بيقدر ان هو يعمل اه او بيقدر ان هو يطبق مالتي سريدنج. يعني بيقدر ينفذ اكتر من عملية في نفس الوقت. يعني عشان ابصت هالك. ممكن انت دلوقتي مسلا تكون فاتح اللابتوب بتبعت ايميل لحد. في نفس الوقت بتسمع القرآن. في نفس الوقت مشغل الانتي فيروس. فكل الكلام ده شغال مع بعض. وشغال ازاي? عن طريق بقى ان السي بيو زي ما قلتلك متقسم لسريدنج. كل سريدنج مسؤولة عن ان هي بتنفذ لك حاجة معينة. فده اللي احنا هنعمله. كل كاميرا بيكون لها يو ار ايل. فانت بتاخد يو ار ايل بتاع الكاميرا. وبتبعته للسريد. كل ار ايل اللي بتبعته للسريد مختلف. بحيث ان دي كلها تشتغل مع بعضها. بشكل متزامن. وتبدأ ان هي ترجع لك كله في نفس الوقت على كل الكاميرات اللي موجودة عندك في بتاعتك. تمام? اتمنى تكون الفكرة وتحط لك. وبرضو اعمل السرش عن السريدنج. واعرف الفرقة بين والمالتيبل سريدنج والمالتيبل بروسيسنج. ولكن بشكل عامل المالتيبل سريدنج. آآ كل السريدنج بتعمل شيرنج للميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميم السي بيو بتاعك او حتى الجي بيو. فازا ما قلت لك الكورز بتكون بتقسمها لسريدنج وكل سريد بيعمل بروسس معينة. فالسريد الفلاني هخليه يعمل يشتغل على الكاميرا الفلانية. والسريد ده يشتغل على الكاميرا دي. اه وكله يشغل مع بعض في نفس الوقت. وكله بيعمل لي في نفس الوقت. فخلاص كده عملنا آآ بعد كده هنبدأ نعمل فونكشن اسمها وهنا الفونكشن دي بتاخد الكاميرا اللي هو بتاع الكاميرا. والقاميرا نعم الاسم بتاع الكاميرا دي. وبعد كده تبدأ بقى ان انت تعمل فيديو كابتشر على اللي هجي لك هنا. هو اللي ده اصلا بيكون برا عن الاستريم. لو انت خدته كده وحطيته في الويب هتلاقي انه بيفتح لك القاميرا بتاعتك. فهنا هنبدأ نعمل فيديو كابتشر عشان نجيب آآ الفيديو ده وتنبدأ منه. نبدأ بعد كده هنقرأ منه الفريمز بتاعتنا تمام? فانا هنا بقول له لو انت مقدرتش تعمل على الكاميرا دي او ما قدرتش تعمل آآ تفتح الكاميرا دي او تجيبي الفريمز من هنا اظهر لي الايرور ده. تمام? بعد كده هنعمل هوايل ترو عشان نبدأ نقرأ كل الفريمز واقول له هوايل ترو كابتو تريد وهنا بنرجع كل الفريمز. طبعا في حالة الريت دي كانت آآ كانت يعني فولس. فايبدأ ان هو يظهر لي الايرور ده وتيقولك ان هو خلاص مفيش فريم تاني. كل الكلام ده بازيكس. وبتبدأ بقى تعمل بتاعك هنا. ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها بتبدأ تكتبها هنا. احنا هنا هو كود بسيط خاص بالفيز دي تيكشن. طبعا الفيز دي تيكشن هنا باستخدام وهنا عاملين عنها فيديو قبل كده وشرحينه يعني. بتجيب الملف اللي هو وهنا طبعا الكود مش كامل بالنسبة للجزئية الخاصة بالفيز دي تيكشن. تمام? طبعا بتجيب وبتبدأ بقى ان انت تستعدم الكود ده وتحط هنا الفريم وهكذا. وبعد كده بترسم بتاعك كل الكلام ده بازك وشرحينه ومش هو ده الهدف من الفيديو. انا الهدف من الفيديو انها اخليك تستخدم بتاعك او تستخدم اللي موجودة عندك عشان كل يتعامل مع كامرة او يتعامل مع آآ مختلفة يعني. بعد كده هنا زي ما قلت لك بتكتب البروغرام بتاعك وبعد كده هنا بتبدأ تعمل شو بقى لآآ دي تمام? وبعد كده هنا لو انت تضغط على حرف الكيو بيعمل بريك وكبدو تريليز ودستروي كل الكلام ده مفهوش حاجة جديدة يعني كل الكلام ده حاجات بسيطة وشرحينه كتير قبل كده. الجديد بقى من اول هنا. هتبدأ هنا عملنا اسمها قامرة آآ آآ انفو. وهنا بقى بتبدأ تحط وبتحط فيه بتاعت الكامرة. هنا ده عبارة عن الكاي والفاليو هو بتاع الكامرة تمام? وهنا الكاي هو النام وهنا الاسم بتاع الكامرة. ايا كان بقى عدد الكاميرات اللي موجودة عندك خد دي كلها وحطها هنا في يعني هنا مسلا عندنا الكاميرتين هم. ده بتاعهم. ولكن طبعا دي مش حقيقة هي فيك بس عشان نفهم الفكرة بتاعت النهار ده تمام? مهم ان انت بتحط هنا عندك بقى عشرين كاميرا عندك تلاتين كاميرا في بتاعك. خد كل بتاعت الكاميرات وحطها هنا تمام? بعد كده بقى هنبدأ نقسم بتاعت السي بيو او الجي بيو بحيث ان كل يشتغل على من هنا. هنعمل كده ازاي? الموضوع بسيط جدا. هنبدأ هنعمل هنا اسمها وبعد كده هقول فور انفو ان كاميرا انفو. هنعمل على الكاميرا انفو او على كل اللي هتكون موجودة هنا تمام? بعد كده هقول ودي له هنا اللي فيها الحاجة اللي احنا بنعملها اللي هو دي الفونكشن اللي اسمها اللي هي الفونكشن دي. تمام? بديها لل بتاعي وبدي له كمان اللي هو بتاع الكاميرا. اللي هو الانفو اللي هي بتعمل على كل بتاعت الكاميرا. طبعا الانفو هنا بتعمل على كل دي تمام? فهنا هاخد اول مرة الاول بعد كده التاني والتالت واكزا. هنا بناخد النم برضو بتاع الكاميرا. تمام? احنا هنا هيأنا بس ما عملناش حاجة غير من احنا يعني تقدر تقول اسلنا بتاعتنا ان الاول هيشتغل على ده التاني يشتغل على ده ولكن انا لسه ما عملتلوش لسه ما قولتلوش ابدأ اشتغل عشان تشغلوا بتقول تمام كده هيبدأ بتاعتك كل يشتغل على معينة تمام او على كامرة معينة ويبدأ يعمل لك على الاشخاص اللي موجودة هنا طبعا لو انت اخد بالك قبل قبل بنعمل بتاعتنا كلها هنا في دي او هنا كلها بتاعتي هنا عندك بقى يعني ايا كان عدد بناخدهم كلهم ونخزونهم هنا بحيث لو انت قدام في الكود حبيت ترجع دي ما انا قلتلك ان كل شغال على كامرة معينة فانت ممكن تحتاج معين اه في الكود بتاعك بعد كده فعشان كده هنا بنعمل لهم يعني تمام بعد كده انا قلتلك فانت كده كل اللي عندك اللي موجودة في هتبدأ اللي هو هيبدأ بقى ان هم يشتغل على كل دي ده الموضوع ببساطة وبعد كده هنا بتقول بتعمل اللي موجودة هنا والحطة دي بقى مهمة جدا يعني انت تقول تعمل على كل وتقول دي معناها ايه? معناها ان انت بتقول للبروغرام بتاعك ما تشتغلش اعمل لي لحد ما كل اللي عندي هنا في دي تخلص وبعد كده ابدأ اكمل بقية البروغرام يعني لكنك بتعمل او بتققى في الكود لحد ما كل بتعمل البروغرام بتاعتك بعد كده بترجع ان انت تكمله تاني من اول وجديد يعني تمام? اه سوري وبعد كده بعد ما بخلص يعني بيبدأ ان هو يكمل اه بقية البروغرام بتاعك. ده الموضوع ببساطة كان نفس طواريك يعني ولكن انا مش معاي حاليا بالكاميرات دي ولكن انت لو معك للاي كاميرا اه لاي كاميرات يعني تانية تقدر ان انت بحطهم هنا وتعمل اه تست عليهم يعني وتعمل تمام? ده بالنسبة الموضوع بتاع النهاردة الكودة سيبوه لك تحدي في الدسكريبشن ولو في حد عنده سأل يسيبه في الكومنت وشكرا والسلام عليكم.